موقع جنوب سعد العبدالله الإسكاني من المفترض أن تبدأ أعمال تنفيذه مطلع عام 2018 لكن عوائق كثيرة تقف أمام إنجاز المشروع مع تعدد الجهات المتسببة في هذه العوائق أو المسؤولة عن إزالتها سكراب البلدية وشركة تقطيع المعادن ومزارع الدواج تتقاسم وزر العراقيل مع الدراكيل ومغاسل الرمل وموقع تجميع الإطارات المستعملة بالإضافة إلى عدد من المعويقات الأخرى مثل خطوط الكهرباء الهوائية المغذية للمواقع وخطوط كهرباء الضغط العالي وغيرها من المعويقات التي عددتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحددت الجهات المعنية بها وعلى الرغم من وجود فريق تم تشكيله من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان بهدف متابعة إزالة العوائق إلا أن المؤسسة أكدت أن هناك بطءا في إزالة العوائق هذه من الجهات المعنية ورفعت الموضوع إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى لجنة الخدمات العامة لاتخاذ اللازم لضمان إزالة العوائق في مواعيد تتزامن مع برامج المؤسسة لتنفيذ مشاريعها المشكلة تم تشخيصها وتوضيح أسبابها لكن يبدو أن رحلة العلاج طويلة ودروبها متفرقة بين الجهات الحكومية المعنية بالحل والمتسببة في الأزمة ترجمة نانسي قنقر